موسيقى مصر الخير عليكم إذا أبقيت أولا ما زلت تذكروا لما كانت الإعلانات لانا بك وتطلب النساء المغربيات لأنهم يعملوا في حقول الفرز أو الفواكه الحمراء في أندلس وخاصة في إقليم ويلبا كانت الشروط لانا بك لأن المرأة المغربية لا تعمل لأنها تكون سنها أقل من 40 سنة تكون متزوجة ويكون عندها صحة جيدة وكذلك عند الأطفال أقل من 14 سنة إلى هنا انتهى الكلام الآن في اسبانيا في ويلبا أكثر من 7000 مرأة مغربية اللي مشات بعقدة مؤقتة تشتغل في حقول الفريسة المغرب يرفض باش هادنساء يرجعوا في حالتهم هادنساء هادو خلاوا ولدهم خلاوا رجال ديالهم والآن صبحوا عالقات بزمنهم معاهم أن بين اسبانيا والمغرب لم يكن هناك مسافة كبيرة وكان أنه المغرب يعطي الأسباقية والأولوية لأن هادنساء هادو باش يترحلوا المغرب المغرب كان يريد العملة الصعبة ويريد أن يجبوا لهم هذه العملة ومشوا لكن الآن أنه تنكر لهم كأن هادنساء مغربية حتى الأحزاب السياسية ولا حتى المسؤولين في المغرب تنكروا لهذه النساء الدم لهم أنهم يعملوا من أجل لقم العيش ومدة مؤقتة في ظروف لا يمكن أن نصف لكم كأنهم في الملاجئ من هاربين من الحرب في سوريا أو في العراق المنازل يرتلها لا يوجد أبسط الحقوق التي تنتع بها المرأة والخصوصية بها لماذا الدولة المغربية أنها تتنكر الأبناء ديالها في الساعة ديال 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 المعقول لماذا الدولة المغربية أنها تتشوفين إلا مصدر ديال العملة هذي النساء هذو شن الدم ديالهم وكل شي صامت في المغرب لا برلمان ولا حكومة وسبعلاف مرأة تعاني يوميا في إسبانيا بلا سكنة بلا عمل لأن الموسم ديال الفواكه الحمراء انتهى العقد ديالهم انتهت وهذنساء ما مشاوش حارقين ولا مشاو بالقوارب الموت بل مشاو بالوراق ديالهم بالأمور مضبوطة معنى أنه الدولة المغربية كان خصها تضمن الرجوع ديالهم للأسر ديالهم لولدهم للرجال ديالهم دولة لا تحترموا مواطنيها دولة توهين المواطنين ديالها كأنهم لا ينتمون إلى ذلك الوطن ماش نرضاو ده باب الإسبان يتكلمون على هذه العاملات في الصحف ديالهم وفي الوسائل ديال التواصل الإعلام ورغم أن الحكومة الإسبانية ولا حكومة الأندلس طالبوا مراراً من الحكومة المغربية بس ترحل هاد سبعالاف عاملة في الحقول ديال الفرز في المنطقة ديال في إقليم ويرفا أين كم؟ أين كم؟ أيها الجمعيات الحقوقية؟ أين كم؟ أيها النقابات؟ لأن هذا المنطقة لا يدخلون في إطار المغاربة العالم يدخلون في إطار عمال مؤقت يدخلون في إطار المؤقتين يدخلون في إطارهم يدخلون في إطارهم ويرجعون في حالتهم من المغرب معناً ما زال محسوبين على المغرب هل ستكون سنة 2020 سنة بهدلة المغربي أينما كان حكومة تبهدل المغاربة لأن تنعرفوا الحكومة في دول العالم أنهم يدافعون عن المواطنين ديلهم لأن الحكومة منبتقة من سنادق الاقتراع ولكن تبالي الحكومة المغربية منبتقش من سنادق الاقتراع منبتق من الصم والبكم ناس ناس منذ بداية الحظر الصحي وإغلاق الحدود تعاني ولا من مستجيب قلوب من الحظر نقضو هاد النساء ما تخلوش هاد النساء يضيعوه ما تخلوش هاد النساء يستغلوهم الإسبان وإذا قتل الاستغلال ففهموشنا والاستغلال الاستغلال الجنسي وراه معروف شنو وقع سابقا تماما فعار على هاد الحكومة أنها تخلي هاد النساء مشردات اسبانيا بعدما خدموا باش أنهم يجيوا عند الأسر ديالهم حكومة قلبها من حزر وحكومة عبت إذا قلت العبت فالعبت والارتجال ترجمة نانسي قنقر